في خطوة تنعش الأمال بانتهاء التوتر أعادت كوسوفو فتح المعبر الحدودي الرئيسي مع صربيا بعد إزالة أحد الحواجز والذي أدى إلى إغلاقه فتح المعبر لا يعني بالضرورة انتهاء الاحتقان بين الأقلية الصربية والأغلبية الألبانية في كوسوفو إلا أنه يشير إلى تراجع حدة التوتر بعد دعوات غربية إلى التهدئة في إحدى أسوأ الأزمات بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة وفي خطوة أخرى من الواضح أنها تهدف إلى تخفيف التوترات أمرت محكمة في بريشتينا بالإفراج عن الشرطي الصربي السابق دايان بانتش ووضعه رهن الإقامة الجبرية بعدما أثار اعتقاله غضب الأقلية الصربية التطورات في كوسوفو لقى ترحيبا من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي أكد أهمية سيادة الدبلوماسية مشددا على الحاجة إلى إحراز تقدم عاجل في الحوار الذي يقوده الاتحاد الأوروبي بين بيلجراد وبريشتينا من جهته عبر رئيس وزراء كوسوفو عن رضاه عن هذه التطورات ومنذ العاشر من ديسمبر يسود التوتر في شمال كوسوفو مع سعي سلطات بريشتينا لتعزيز سلطتها بالمناطق الشمالية من خلال نشر قوات أمن إضافية استعدادا للانتخابات في المدن والبلدات الشمالية التي يوجد فيها الصرب بكثافة على غرار مدينة متروفيتشا المقسمة عرقيا بين الألبان والصرب وزاد الوضع احتقانا عقب اعتقال الشرطي الصربي السابق والمتهم بالضلوع في هجمات على قوات الأمن ولجنة الانتخابات وقد وجهت له تهم بالإرهاب وانتهاك النظام الدستوري وكان هذا الشرطي من بين 600 شرطي صربي استقال من قوات الأمن في إطار احتجاجات على سعي الحكومة لإلذام الأقلية الصربية بالقوانين المحلية اشتركوا في القناة